إذن مشاهدين كما قلت هذا معرض للصحافة جولة فيما كتبته الصحافة العربية والعالمية أرحب بميليسا خميلات أهلا بك صباحك صباح الخير إذن هذه جولة ستكون حول الأسم الأوكرانية إذن ما زالت العملية الروسية مشاهدين في أوكرانيا وتدعياتها تهيمنان على متابعات وتقارير الصحافة العالمية التي تحدثت أو نقرأ في صحيفة لوفي جاغو نعم صحافة العالمية ومن بينها هذا التقرير الذي نشرته صحيفة لوفي جاغو على غلافها هذا الصباح تحت عنوان الاتحاد الأوروبي يدير أخطر أزمات الهجرة إذن ترجح الصحيفة الفرنسية أن أكثر من مليوني ونصف مليون أوكراني قد دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي وتعتبرها أكبر هجرة جماعية من داخل الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية ويتخوف صاحب المقال هنا من أن تفقد حركة التضامن غير المسبوقة في الاتحاد الأوروبي قوتها بسرعة وأن الحكومات لن تستثمر ما يكفي لإدماج اللاجئين ويتوقع أيضا أن يتسبب ذلك في خطر حدوث تأثير مرتد أو حتى ولادة شعور معاد لأوكرانيا بحسب الكاتب الشرق الأوسط من جهتها عنونت موسكو تضيق الخناق على كييف وتهدد قوافل الأسلحة وأشرت الصحيفة إلى أن ما تصفه بالحرب الدائرة في أوكرانيا تطرح تحديا اقتصاديا وغذائيا ليس على أوكرانيا وحدها بل على كل العالم وأوضحت أنه من المعروف أن أوكرانيا تعد من أكبر المصدرين العالميين لمواد زراعية رئيسية كالقمح وزيت دواري الشمس بالانتقال إلى مقال نشرته العربي الجديد نقرأ أن تحت شعار مساندة الأوكرانيين الذين يتصدون لما تسميه الصحيفة بالغزو الأوكراني لبلادهم أقدمت شركة فيسبوك على استثناءات في إجراءاتها وقواعدها في أوكرانيا وأيضا في أوكرانيا المتعلقة بحضر المحتوى الذي يدعو إلى العنف والكرهية وفتحت عنوان فيسبوك في أوكرانيا ليست كل مقاومة مقاومة اعتبرت الصحيفة أن هذه الإجراءات ما هي إلا إنسياق للسياسات الخارجية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه أهم عنوين الصحف لصباح اليوم نشكركم مشاهدين على متابعتكم وعودة إليك أمان